موسيقى نصل الان الى فقرة التواصل الاجتماعي فبعد 523 عاما على سقوط الاندلس احيا رواد الانترنت هذه الذكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين عدة مبادرات وفي ذات الوقت احتفت بلدية غرناطة في هذا اليوم باحتفالات رسمية واجهتها مظاهرات مناهضة من تيارات حقوقية موسيقى شهدت ساحات التواصل العربي تبادل رواد الانترنت الحانا وصورا اندلسية في محاولة منهم لاحياء فترة من التاريخ يفتخرون بها في فترة يعج فيها العالم العربي بالاحداث الصعبة لم يخلوا النقاش من جدلية الاحتلال او الفتح الاندلسي في هذا اليوم من كل عام تحتفل بلدية غرناطة في اسبانيا بما يسمى انتهاء حروب الاسترداد لاستعادة اخر معاقل المسلمين ويتم الاحتفال سنويا باسترداد كامل اراضي شبه الجزيرة الايبيرية وتنظمه جهات رسمية حكومية في الدولة يشارك فيها شخصيات من الجيش والبلدية وفق العادة شهدت غرناطة في هذا اليوم صداما بين التيار اليميني المتطرف الذي يطالب بطرد المهاجرين العرب والمسلمين من اسبانيا وتقابلهم تيارات حقيقية مناهضة وفي المقابل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تصاعدا في احياء هذه الذكرى عبر عدة هاشتاغات منها ذكرى سقوط الاندلس والنكبة الاندلسية لماذا احتل العرب الاندلس مثلا؟ وهل حقا استعادها اهلها؟ واين كانت الدولة العثمانية؟ لماذا لم تنقذ الاندلس؟ وفي هذا العام ظهرت مبادرات شبابية جادة استخدمت عدة منصات الكترونية في تقديم معرفة متخصصة في كل ما يتعلق بالاندلس تاريخا وواقعا يقول احد المستشرقين ملكتم الاندلس حينما كنتم لله خلائف وتردتم منها حينما اصبحتم على ثراها طوائف اليوم 2 يناير ذكرى سقوط الاندلس ليتنا اليوم نتعذ من خيانات الامس احتليتم بلدهم واستردوها منكم وين المشكلة في الموضوع؟ ولا اسمه احتلال في فلسطين ودولة في إسبانيا؟ المورسكيون الاندلسيون المنسيون والمنتشرون في شمال إفريقيا وأوروبا وتركيا حان الوقت لإبراز قضيتهم ومناصرتهم بحقهم بالعودة احتلها العرب والبربر واستعادها أهلها الأصليون يعني عاد الحق إلى أهله فلا تتباكوا من الجهل اعتبار الإسبان استعادوا أرضا إذ أن سكان إسبانيا الأصليين أسلم غالبيتهم وهم مع من طرد وقتل تنضم إلينا من عمان مونة حوال ناشطة والمدونة حول الأندلس سيدة مونة النكبة الأندلسية ذكرى سقوط الأندلس كلها هاشتاغات في التويتر وأنتم استخدمتم في مبادرتكم كل منصات التواصل الاجتماعي ما هي الرسالة المراد إيصالها من وراء هذا الإحياء لهذه الذكرى طيب تحية طيبة بداية لما نتحدث عن ذكرى سقوط الأندلس يجب أن نتم استحضار ما يحدث على أرض الواقع في غرناطة نفسها من احتفالات توصف عن جمعيات حقوقية كثيرة بأنها احتفالات فاشية ترسخ لمعاني لا تتماشى مع ما نحن فيه في القرن الواحد وعشرين وكأننا في القرون الوسطى ترسخ للإبادة ترسخ للفاشية ترسخ لمعاني فيها الكثير من ما يمكن أن يهدر الإنسانية التي من أجلها نحن ننطفت كشباب مدونين على الإنترنت أو عبر الملصات الاجتماعية لأنسنت هذا التاريخ ورفض كل معاني التي تغدر بالقيم الحقيقية لمن كان موجود في تلك البلاد الضائعة أو التي ضاع حق الإنسان فيها عبر التوجهات التي قدمها سواء من يدعي استردادها أو أي تيارات أخرى فهما يمكن أن نقول عنه أنه الهدف الأساسي للتدوين حول الأندلس في هذا اليوم بعث روح الأندلس بصورة أكثر حضارية بصورة أكثر وعيا وثقافة لنحفظ هذه الهوية عبر إحيائها بالنهاية التاريخ هو حوار بين الماضي والحاضر وهو أمر مستمر ولأجل ذلك نحن ندور في ذكرى هذه المناسبة جرى التعامل معها في منصات التواصل الاجتماعي بجدالية كما أشرت إليها ضعينا في هذه الجدالية بين من اعتبرها حقبة مضيئة في تاريخ العرب وبين من رأى فيها غير حقية لتواجد العرب في ذلك المكان واعتبره البعض أنه احتلال البعض يتعامل مع التاريخ بقوانين الأمم المتحدة اليوم وهذا يعني نوع من الجهل المفرط ليس في التعامل مع التاريخ المنتمي للتاريخ العربي أو التاريخ الإسلامي ككل نحن نتعامل مع التاريخ وفق الصياق التاريخي وليس وفق أحداث وقيم ومبادئ سياسية موجودة في عصرنا الحالي وضعتها الأمم المتحدة أو خلافه كلمة جدلية الاحتلال والفتح تخضع لمعايير أخرى لا تتعلق فقط بالجهل القيمة التاريخية أو جهل الأحداث التاريخية التي وقعت أنا ذاك أو جهل تبعيات هذا الأمر بقدمه هو جهل في فهم التاريخ ووعيه نفسه لذلك في هذا اليوم بعد خمس سنوات من إطلاق مبادرة للتدوين حول أندرس وبالطبع كان هناك فعاليات قبل هذه السنوات تبناها بعض الأشخاص وبعض الجهات الحقوقية وغيرها لكن أنا أتحدث عن مبادرة تتعلق بالنشاط الاجتماعي عبر الشبكات الاجتماعية الهدف الأساسي أنه بعد خمس سنوات من هذا التدوين قررنا نحن وفريق أندرسي الذي يشكله مجموعة من الشباب المنتمار في عدة دول حول العالم أن نقدم شيء فيه أكثر من الصلابة وأكثر من جدية وفيه معرفة ثقيلة قادرة على الرد على هذه الأمور بطريقة ممنهجة وعلمية حتى لا نضيع كل سنة في جدليات لا قيمة لها بدل من التركيز على المعنى والهدف الأساسي لإدارة هذا التاريخ والحديث عنه وضع إلى محاولاتكم للإضاءة على هذا الجانب المشرق والمضيء في التاريخ العربي في محاولة للهروب ربما إلى هذا الجانب من التاريخ في ظل ما يشهده العالم العربي من حالة انحسار وحالة كئيبة ربما كيف تنظرون إلى الدروس والعبر التي يمكن استقاؤها والإسقاطات التي يمكن استخدامها على واقعنا العربي؟ ربما يكون المزاج العام في العالم العربي ليس مزاجا قادرا على عكس صورة إيجابية لكثير من الاعتبارات لكن مع ذلك نحن لا نعتقد أن هذا هروبا عن الواقع كل القضايا تتكامل ولا تتجزأ ولذلك قررنا في هذا اليوم إطلاق ثلاثة مبادرات هي مبادرات معرفية قادرة على تقديم شيء نستطيع الاستفادة من خلاله ليس في حاضرنا أو ماضينا إنما كقضية أساسية لوحدها قائمة في ذاتها وجود أي خطوب أخرى حولنا لا يعني أن هناك قضايا يجب أن تنسى كل القضايا لا تسقط بالتقادم إنما تبقى ويحشد لها ولذلك أطلقنا ثلاثة مبادرات المبادرة الأولى موقع أندلسستري دوت كوم والذي يقوم على تحريره مجموعة متخصصة وكبيرة المدونين الشباب والمهتمين باسم فريق أندلسي والمبادرة الثانية برنامج اسألني عن الأندلس وسينزل باسم هذا الهاشتاغ اسألني على أندلس برنامج تنتج شركة Easy Production في الرياض سينزل إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة أما المبادرة الثالثة فستكون سلسلة من الملتقيات المعرفية تبدأ بالدوحة يوم 18 إبريل المقبل بتنظيم من الصديقة هبا أبو ستة وبرعاية من مركز الدراسات والتشريع الإسلامي والأخلاق هناك إن شاء الله وسيكون هناك ملتقيات معرفية تؤسس لباحثين وتؤسس إن شاء الله في عدة عواصم عربية أخرى بإذنه تعالى من عمان مونة حوال ناشطة والمدونة حول الأندلس شكرا لك آي بيريا وتنظمه جهات رسمية حكومية في الدولة يشارك فيها شخصيات من الجيش والبلدية وفق العادة شهدت غرناطة في هذا اليوم صداما بين التيار اليميني المتطرف الذي يطالب بطرد المهاجرين العرب والمسلمين من إسبانيا وتقابلهم تيارات حقيقية مناهضة وفي المقابل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تصاعدا في إحياء هذه الذكرى عبر عدة هاشتاغات منها ذكرى سقوط الأندلس والنكبة الأندلسية لماذا احتل العرب الأندلس مثلا؟ وهل حقا استعادها أهلها؟ وأين كانت الدولة العثمانية؟ لماذا لم تنقذ الأندلس؟ وفي هذا العام ظهرت مبادرات شبابية جادة استخدمت عدة منصات إلكترونية في تقديم معرفة متخصصة في كل ما يتعلق بالأندلس تاريخا وواقعا يقول أحد المستشرقين ملكتم الأندلس حينما كنتم لله خلائل وتردتم منها حينما أصبحتم على ثراها طوائف اليوم 2 يناير ذكرى سقوط الأندلس ليتنا اليوم نتعذ من خيانات الأمس احتليتم بلدهم واستردوها منكم وين المشكلة في الموضوع؟ ولا اسمه احتلال في فلسطين ودولة في إسبانيا؟ المورسكيون الأندلسيون المنسيون والمنتشرون في شمال إفريقيا وأوروبا وتركيا حان الوقت لإبراد أندلسية في محاولة منهم لإحياء فترة من التاريخ يفتخرون بها في فترة يعج فيها العالم العربي بالأحداث الصعبة لم يخلوا النقاش من جدلية الاحتلال أو الفتح الأندلسي في هذا اليوم من كل عام تحتفل بلدية غرناطة في إسبانيا بما يسمى انتهاء حروب الاسترداد لاستعادة آخر معاقل المسلمين ويتم الاحتفال سنويا باسترداد كامل أراضي شبه الجزيرة الآيبيرية وتنظمه جهات رسمية حكومية في الدولة يشارك فيها شخصيات من الجيش والبلدية وفق العادة شهدت غرناطة في هذا اليوم صداما بين التيار اليميني المتطرف الذي يطالب بطرد المهاجرين العرب والمسلمين من إسبانيا وتقابلهم تيارات حقيقية مناهضة وفي المقابل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تصاعدا في إحياء هذه الذكرى عبر عدة هاشتاغات منها ذكرى سقوط الأندلس والنكبة الأندلسية لماذا احتل العرب الأندلس مثلا؟ وهل حقا استعادها أهلها؟ وأين كانت الدولة العثمانية؟ لماذا لم تنقذ الأندلس؟ وفي هذا العام ظهرت مبادرات شبابية جادة استخدمت عدة منصات إلكترونية في تقديم معرفة متخصصة في كل ما يتعلق بالأندلس تاريخا وواقعا عدة مبادرات وفي ذات الوقت احتفت بلدية غرناطة في هذا اليوم باحتفالات رسمية واجهتها مظاهرات مناهضة من تيارات حقوقية شهدت ساحات التواصل العربي تبادل رواد الإنترنت الحانا وصورا أندلسية في محاولة منهم لإحياء فترة من التاريخ يفتخرون بها في فترة يعج فيها العالم العربي بالأحداث الصعبة لم يخلوا النقاش من جدلية الاحتلال أو الفتح الأندلسي في هذا اليوم من كل عام تحتفل بلدية غرناطة في إسبانيا بما يسمى انتهاء حروب الاسترداد لاستعادة آخر معاقل المسلمين ويتم الاحتفال سنويا باسترداد كامل أراضي شبه الجزيرة الآيبيرية وتنظمه جهات رسمية حكومية في الدولة يشارك فيها شخصيات من الجيش والبلدية وفق العادة شهدت غرناطة في هذا اليوم صداما بين التيار اليميني المتطرف الذي يطالب بطرد المهاجرين العرب والمسلمين من إسبانيا وتقابلهم تيارات حقوقية مناهضة وفي المقابل شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تصاعدا في إحياء هذه الذكرى عبر عدة هاشتاغات منها ذكرى سوق فيه في القرن الواحد وعشرين وكأننا في القرون الوسطى ترسخ للإبادة، ترسخ للفاشية، ترسخ لمعاني فيها الكثير من ما يمكن أن يهدر الإنسانية التي من أجلها نحن ننطفت كشباب مدونين على الإنترنت أو عبر الملصات الاجتماعية لأنصنت هذا التاريخ ورفض كل معاني التي تغدر بالقيم الحقيقية لمن كان موجود في تلك البلاد الضائعة أو التي ضاع حق الإنسان فيها عبر التوجهات التي قدمها سواء من يدعي استردادها أو أي تيارات أخرى فأهم ما يمكن أن نقول عنه أنه الهدف الأساسي للتدوين حول الأندلس في هذا اليوم بعث روح الأندلس بصورة أكثر حضارية بصورة أكثر وعيا وثقافة لنحفظ هذه الهوية عبر إحيائها بالنهاية التاريخ هو حوار بين الماضي والحاضر وهو أمر مستمر والأجل ذلك نحن ندور في ذكرى هذه المناسبة جرى التعامل معها في منصات التواصل الاجتماعي بجدالية كما أشرت إليها ضعينا في هذه الجدالية بين من اعتبرها حقبة مضيئة في تاريخ العرب وبين من رأى فيها غير حقية لتواجد العرب في ذلك المكان واعتبره البعض أنه احتلال البعض يتعامل مع التاريخ بقوانين الأمم المتحدة اليوم وهذا يعني ترجمة نانسي قنقر